الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله تعالى يقول المصنف رحمه الله ونفعن بعلومه ولما مات عمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب اشتد إذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلوه بأنواع العداوة والشدائد فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل ثقيفا يكونون له ردءا وعونا وأنصارا على قومه في مكة فإذا بهم يقابلونه أسوأ مقابله ويردون عليه أقبح رد وإنما قصدهم كما قال المقريزي لأنهم كانوا أخواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليلى بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك لتأمرني بأمرك زاد الطبراني بما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا والحمد لله رب العالمين